ليس له طعم أو لون أو رائحة وغالباً ما ننظر من خلاله يغطي 70% من الكرة الأرضية ويدور من المحيطات والأنهار إلى السحب ثم يعود مجدداً حتى أنه يكون 60% من أجسامنا بوجود كل هذا الماء حولنا وداخلنا فإنه من السهل إدراك أن وجوده أمر مفروغ منه لكن في باقي النظام الشمسي يكد يكون من المستحيل العثور على الماء السائل إذن كيف انتهى المطاف بأن كوكبنا به الكثير من هذه المادة ومن أين أتت؟ كما تعلمون على الأرجح يتألف جزئ الماء من جزئين أساسيين وهما الهايدروجين الأبسط بين جميع العناصر موجود حولنا منذ بداية الكون تقريباً أما الأكسجين فقد ظهر بعد مئات ملايين السنين بعد أن بدأت النجوم تتشكل كانت ضغط الهائل على مركز هذه الكتلة النارية كبيراً جداً لدرجة أن جزئات الهايدروجين انصهرت مع بعضها لتشكل الهيليوم انصهر الهيليوم بدوره ليشكل عناصر أثقل كالبريليوم والكربون والأكسجين في عملية تدعى الاصطناع النووي عندما انهارت الكواكب في النهاية وانفجرت إلى نجوم عملاقة متفجرة انتشرت هذه العناصر الجديدة عبر الفضاء واتحدت في مجموعات جديدة كـ H2O المألوفة تكونت جزئات الماء هذه في صحب الغبار التي شكلت نظامنا الشمسي واستضمت بكوكبنا أكثر بعد تشكلها لكن هناك سؤال هام ليس لدينا إجابة عنه ما كمية الماء التي وصلت إلى الأرض ومتى إذا وجدت كما تقول إحدى النظريات كميات صغيرة نسبيا من الماء على الأرض عندما تشكلت الصخور فستسبب الحرارة المرتفعة وغياب الغلاف الجوي المحيط بها تبخرها إلى الفضاء مجددا ما كان الماء ليبقى على الكوكب حتى مئات ملايين السنين بعدها عندما تشكلت أول طبقة من غلافنا الجوي خلال عملية تدعى إطلاق الغازات حدثت هذه العملية عندما حررت الصخرة المنصهرة في نواة الأرض غازات بركانية إلى السطح مشكلة طبقة قادرة على حصر الماء المتسرب إذن كيف للماء أن يعود إلى الكوكب؟ ظن العلماء مطولا أن معظمه جاء عن طريق المذنبات الحاملة للجليد أو على الأرجح من الكويكبات التي قصفت الأرض على مدى ملايين السنين لكن تحدت الأبحاث الجديدة هذه النظرية من خلال فحص النيازك الغنية بالكربون التي تشكلت بعد فترة قصيرة من نشوء نظامنا الشمسي وجد العلماء أنها لا تحتوي على الماء فحسب بل وإنها تطابق التركيبة الكيميائية المعدنية للصخور الأرضية والعينات من الكويكبات التي تشكلت بنفس الوقت الذي تشكل فيه كوكبنا يشير هذا إلى أنه من المحتمل أن الأرض قد كدست كمية كبيرة من الماء واستطاعت الحفاظ عليها في وقت مبكر بصرف النظر عن عدم وجود الغلاف الجوي رغم حقيقة أن الكويكبات قد تكون قد أحضرت المزيد عبر العصور إذا اتضح أن هذا صحيح فإن الحياة قد تشكلت في وقت سابق بكثير لما كنا نعتقده سابقا إذن فنحن حتى الآن لا نعلم يقينا ما إذا كان الماء الموجود على الأرض قد جاء من تشكله الأولي أم من تصادم لاحق أم من مزيج من كليهما وبغض النظر عن كل هذا فالماء الذي يجري في حماماتنا وينبيع مياه الشرب والحنفيات ليس مجرد شيء قادم من بحيرة أو نهر مجاور بل عنصرا خاض أولا مسيرة كونية فوضوية حتى وصل إلينا هل أنت مستعد لمواصلة التعلم؟ شاهد مقاطع الفيديو هذه إما لتحدي ما تعتقد أنك تعرفه أو لمعرفة المزيد عما لا تعرفه اشترك وكن فضوليا ترجمة نانسي قنقر